يا يمن غالي علينا يا يمن حبك جمعنا على رقعة الجغرافية وفي سطور التاريخ كانت العلاقة بين السعودية واليمن وما تزال علاقة مميزة تذهب أبعد من مسوى علاقة الجوار والمصالح المشتركة متواغلة في عمق الهدف الواحد والمصير المشترك وإذا كانت بصمات المملكة العربية السعودية حاضرة في مجمل المشهد اليمني وتفاصيله فإن الحضور اليمني المتميز في ثنايا نهضة المملكة ومشارعها حضور يشهد به السعوديون قبل اليمنيين وهو حضور شجعته تسهيلات التي قدمتها المملكة لملايين المقتربين اليمنيين الذين وجدوا في السعودية مصدر رزقهم فوهبوها ثمرة عملهم وإبداعاتهم التسهيلات السعودية لليمنيين بدت أكثر وضوحا مع نزوح أعداد جديدة من اليمنيين هربا من جحيم الميليشيا باتجاه السعودية غير أن المقتربين ما لبثوا أن وجدوا أنفسهم أمام قرارات تتعلق بتنظيم سوق العمل وفرض رسوم جديدة ورفع أخرى قرارات يدرك اليمنيون أن من حق المملكة اتخاذها بما تراه مناسبا لوضعها غير أنه من ناحية أخرى ووفقا للسعوديين فضلا عن اليمنيين فإن الوضع الذي تمر به اليمن يجعل من استثناء المقتربين اليمنيين أولوية أخوية مفترضة وغير مستغربة من حكومة خادم الحرمين الشريفين استثناء ينتظره المقتربون اليمنيون بيقين يسنده تأريخ من وقوف الأشقاء بجوار بعضهم ووفقا لوزير المقتربين فالرئيس هذه بعث برسالة عاجلة لخادم الحرمين الشريفين لاستثناء المقتربين اليمنيين من القرارات الأخيرة وهي خطوة ينتظر المقتربون من الحكومة الشرعية تعزيزها بخطوات تكافئ أهمية قضية المقتربين التي تتعلق بكافة تفاصيل الحياة اليمنية إذ خلف كل مقترب أسرة وشريان اقتصاد وطن ترقب المقتربين وآمالهم تعززت أنس بعد لقاء نائب الرئيس الفريق الأحمر مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إذ نقلت وسائل الإعلام تأكيد ولي العهد السعودي حرص بلاده على مصلحة أبناء الشعب اليمني وعلى تسوية أوضاع المقتربين اليمنيين ومعالجة مشكلتهم وذلك تأكيد يؤمل منه المقترب الخير الكثير